قد تعتبر الزراعة العضوية نمطاً زراعياً غير معروف للكثيرين إذ يجهل العديد أهميتها من الناحيتين الصحية والبيئية لكن عائلة لطفي عبدالقادر عملت بزراعة العضوية منذ ثلاث سنوات واستطاعت تسويق منتجاتها بشكل لافت نتابع هي خمسة عشر دنماً فقط تربي قصة مشروع نقل عائلة بأكملها من ضجيج المدن إلى هدوء المزارع عائلة لطفي عبدالقادر المكونة من ثلاثة إخوة وجدوا ضلتهم في مشروع زراعي يساهم في تحسين ظروفهم المعيشية ويحافظ على صحتهم في كل مصطبة من هذه المصاطب هناك نوع من الخضار أو الفواكه لم تغتر عبثاً بل نتيجة تخطيط وعمل دؤوب كرين أبل كما تسميها العائلة أو المزرعة السعيدة كما أطلقنا عليها لأن كل من دخلها أو أكل منها يشعر بالسعادة بمجرد أن يرى كل شيء في هذه المزرعة وقد بنيت بالكامل بأيديهم فالأرض التي أخذوها قبل ثلاث سنوات هي اليوم مشروع صحي إذ لا مبيدات حشرية ولا أدوات صناعية لا يوجد أي مقدمات له لهذا الحلم بداية عن الكل عارض الكل وقف بطريقة لبابا والإخواني بأنه شو يعني شو بدك تعمل كيف بدك تعمل أنه طب اللي قبلك لا ما فكروا هيك أنه لا يعني أنت اللي هلأ بدأت تزبط معك كيف ده تزبط معك يظلوا مسر أنه رح تزبط ثمارهم ومحاصلهم المختلفة لم توجد بالصدفة أو ضربة حظ منيت بها العائلة فهناك تحديات تمت مواجهتها بالتجربة والحلول الطبيعية الفعالة التي جعلت من هذا الحلم واقعا نراه اليوم بكامل الجمال والخطرة مواجهتهم كثير صعوبات واللي نجح واللي فشل واللي نجح واللي فشل سنة عن سنة بلش هالحلم يبين بلش يزرعوا ويلاءوا الأشياء اللي غلطوا فيها لأولها حلول تانية فحاليا يعني إحنا قدام إنجاز كتير كبير أنا بنظري يعني كتير فخورة فيهم خلف كل باب من هذه البيوت البلاستيكية العديد من المزرعات التي زرعت بعناية وتم تهيئة كل ما في الأرض لتنبت بعيدا عن المرض أو الذبول فلا يكاد ليذ يخرج من البيت البلاستيكي الأول حتى نرى أحمد يدخل للبيت الآخر يعتني بالزرع ويجني ثمارا ناضجة في لحظة تعتبر الأهم في هذا المشروع بصراحة قمة السعادة لما لأت المحصول تبعنا ونشوف الناس يعني بتشوفه كأشي عظيم يعتقد البعض أن الحداثة سلبت من الكثير بقدر ما أعطتنا وأنها أبعدتنا عن كل ما هو صحي لكن لعائلة عبد القادر وجهد نظر مختلفة فكلما استطورت الحياة وجب أن تقربنا أكثر للأرض فالصحة هي الأرض والراحة هي العمل فيها معنا رئيس قسم المنتجات الزراعية العضوية في وزارة الزراعة المهندسة تمام الخوالد المهندسة صباح الخير وأهلا وسهلا بك معنا في صباح المملكة الزراعة العضوية يعني كثير كثير من الناس شو هي الزراعة العضوية؟ ممكن نعطي تعريف بسيط للزراعة العضوية نحكي هي نظام زراعي إنتاجي آمن بيئيا بيعتمد على أنه أستخدم المدخلات من داخل المزرعة ويستبعد أنه المدخلات من خارج المزرعة بالزراعة العضوية يمنع منعا باستخدام المدخلات الكيميائية يعني إيش مدخلات كيميائية؟ يعني ما أبدأ أستخدم لا مبيدات ولا أسمدة كيميائية عدم استخدام المضافات العلفية المركزة عدم استخدام الهرمونات والمواد المعدلة وراثيا لما نبعد عن هذه الأشياء إيش البدائل بالزراعة العضوية باعتمد على الدورات الزراعية باعتمد على بقايا المحاصيل على الأسمد الخضراء على المخلفات العضوية كل هذه بتأديلي إلى الزراعة العضوية هناك ناس تقول أنه تصبح أبطئ لأنه عندما أزرع عضويا فعليا أبطل أنتج بشكل سريع تصبح كثير بطيئ هل يمكن أن تصح هذا الكلام نحكي نوعا ما أنه صحيح لأنه إذا إحنا الزراعة العضوية عادة فيها سنوات تحول يعني أنت لما بدك تنتهج الزراعة العضوية مش من يوم وليلة بدك تصير مزرعتك عضوية بيكون في عندنا فترات تحول بيحكمها وبيحددها جهات الإصدار إذا كانت الأرض بكر أول مرة للزراعة بتكون منذ البداية على الأغلب إنها تعتبر مزرعة عضوية ففي هذه الحالة أبدا ما بصير تناقص أو بطء بالمنتجات الزراعية لكن في حال أنه كانت المزرعة من الأصل هي معاملة بالكيمويات وفجأة إحنا بنا نوقف عنها الأسمدة والمبيدات الكيميائية 100% بالأول سيصير في عندي بطء بطء عن استخدام المنتجات الكيميائية لغاية ما أنه ترجع لتوازنها الطبيعي وبترجع مزرعة طبيعية زي كأني أنا بدي أعيد البلانس التوازن في المزرعة طيب مهندسة دايما نسأل وهذا الموضوع أنه هل الكيميائي سيء مشان أروح أنا للعضوية لأنه إحنا بدنا السرعة وبدنا الإنتاج بكميات أكبر إحنا ما بنحكي أنه دائما المفهوم أنه كل المدخلات الكيميائية إلها أثر بإدار على البيئة بشكل عام وهذا اللي بقودنا إلى أهداف الزراعة العضوية لأنا ليش بتوجه للزراعة العضوية هي الاستخدام الأمثل للموارد البيئية لكل إشي في البيئة استخدام الأمثل عن طريق الزراعة العضوية لكن الزراعة الكيميائية عكس ذلك تماما شغلة ثانية أنه أنا المنتجات الزراعية العضوية بعطيها قيمة مضافة هذه القيمة المضافة بتزيد من السعر تبع المنتج العضوي فبالتالي أنا بحسن من المستوى المعيشي للمزارعين أنه المنتجات العضوية سيكون سعرها أغلى واللي بده منتجات آمنة بيئيا بشكل كامل ومضمون بروح للزراعة لا للزراعة العضوية شغلة ثانية أو نحكي ثالثة أنه في عنا الآن توجه عالمي للزراعة العضوية فأي حدا بيتوجه للزراعة العضوية هو عماله بيوجد في أسواق أسواق سواء محلية عالمية إقليمية فإنه رح تكون في آفاق تسويقية إلوه جديدة للمزارعين والمشغلين العضويين وفرص لهذه المزارع أنه تبيع بشكل أكبر والأسعار رح تكون أفضل طب لو حكينا بموضوع المبيدات يعني المبيدات بتحمي من الآفات بتحمي من الحشرات اللي ممكن تأثر على لما ما أستخدمها كيف دي أضمن بزراعة العضوية عادة في زراعة العضوية في إشي اسمه بدائل البدائل إحنا بنحكي بدل ما أحكي مبيد كيماوي بحكي مبيد عضوي بكون هذا المبيد العضوي من أصل عضوي أصلا مش كيماوي فهو ما بيأثر على المنتج يعني أنت المنتج عادة إحنا بنعرف بالكيماويات في فترات أمان وإحنا لازم نلتزم فيها بفترات الأمان بالمبيدات العضوية بأي لحظة أنت ممكن تأخذ هذه الثمرة وإنت تتناولها أو أنك تحصل عليها عادة عن هيك إحنا لما بنحكي عن الزراعة العضوية الزراعة العضوية لا تقارن زي بنفس الطريقة اللي أنت حكيتها لأنه هي أرقى أنواع الزراعات فيها ميزة مش موجودة بأي نوع من الزراعات أنه فيها شهادة فيها سيرتيفيكات يعني هي الزراعة الوحيدة اللي أنت لما بدك تطلبها بتحكي وين اللوغو يعني الثمرة بيكون عليها شعار في عليها سيريال نمبر في عليها شهادة فيه جهات رقابية بتراقب هذا المنتج وأنا ما براقب المنتج النهائي يعني ما باجي على المزرعة وبحكي له مثلا مثلا محصول منتجات الكليماوية أنه مثلا أنا بدأ أشوف المنتج النهائي والله إيش فيه متبقيات لا الزراعة العضوية بتشتغل على المزرعة من الأرض لغاية ما أحصل على الثمرة كل المراحل لا فيه خطة وطنية للعمل على المزارع العضوية إحنا بس إذا بتحب أنه أدرج لك دور وزارة الزراعة بهذا الموضوع ودورها الحمد لله يعني دور وزارة الزراعة دورها فعالة كثير ممثلة بالوزير والأمين طبعا إحنا بنعرف أنه زراعة العضوية حاليا هي من توجهات الحكومة فإحنا بنتوائم مع توجهات الحكومة وزارة الزراعة أصدرت نظام للزراعة العضوية من عام 2011 عملنا عليه تعديلات وحاليا هو تم إصداره رقم 133 لعام 2016 عملنا تعليمات للزراعة العضوية برضو رقم هزين على خمسة لعام 2017 وأي مشاهد بحب يطلع على النظام أو على التعليمات على الهومبيج موجود على موقع وزارة الزراعة وزارة الزراعة اشتغلوا على تشجيع الزراعة العضوية من خلال قسم الزراعة العضوية ومن خلال هذا القسم اللي انت تفضلت فيه اللي هي الخطة التنفيذية للزراعة العضوية نحن في عنا خطة من عام 2018 لعام 2022 وفعلا اشتغلنا عليها ومن أهم طبعا فيها هي ست إجراءات من أهم الإجراءات اللي اشتغلنا عليها هو إجراء التوعية لأنه أغلب أفضل اسمحي لي بسؤال أخير نظرا لضيق الوقت فعليا هاي الإجراءات هل عملية البدء بالزراعة العضوية والمزارع العضوية والمنتجات العضوية ممكن تكون مفيدة للعائلات ويعتمد عليها بشكل كامل أنه تكون كمورد اقتصادي ممتاز للعائلات فعليا آه ويمكن أنا أحب أن أحكي خبر كثير حلو إحنا توصلنا له وزارة الزراعة مع مؤسسة المواصفات والمقاييس وكانت المديرة العام للمؤسسة مشكورة الآن مؤسسة المواصفات والمقاييس أصبحت جهة إصدار محلية يعني خففت الفيز الرسوم من تقريبا ألف لألف وشوي بلاست ماينوس لغاية تقريبا أنت بتحكي إشي أربعمائة خمسمائة دينار بالسنة فكان فيه كثير خفض بالتكاليف فالآن أي مزارعين ممكن أنهم يتوجهوا لمؤسسة المواصفات والمقاييس ويستطيعون أنهم يأخذوا شهادة الزراعة العضوية طبعا بالإجراءات التي تبدأ من وزارة الزراعة فإنت لجملتك أن تزيد الدخل ممكن مثلا نحكي عن الستات التي هي التنمية الريفية النسائية ممكن يجتمعوا عندي مثلا خمس سيدات أو ست سيدات أو حتى مزارعين من الشرط أنه سيدات يشتركوا بشهادة وحدة فتكون عليهم الفيز كثير قليلة لكن بالمقابل عماله هو ببيع منتجات عضوية بأسعار عالية جدا نعم نبدأ أشكرك جدا على كل هذه التوضيحات رئيس قسم المنتجات زراعية العضوية في وزارة زراعة المهندسة تماما شكرا جزيلا لك أشكرا جزيلا لك